يقولون بأن دعاة التوحيد يكفرون الناس مجرد ما تكلمت في التوحيد معناه تكفرت المسلمين دي والرد على الشبه دي جماعة براحة الكلام في التوحيد ما معناه تكفير المستمعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في صيح البخاري قال والصحابة حوله كعائشة رضي الله عنها وكعبد الرحمن بن عبي بكر إلى آخره بمجموعة لحديث قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ده تحذير يا جماعة ده ما تكفير لأنه جماعة زول داعية بيجي بيصلي في المسجد والإمام بيقيم له الصلاة وبصلي وهو الداعية ده بصلى وراه بعد الصلاة ما قام عادة الصلاة معناه شنو معناه الزول ده عنده مسلم ولا كافر ما عادة الصلاة من الصلاة طواله مشه بيته بس سوى نصيحته مشه معناه الإمام ده مسلم عنده والناس ذي المسلمين وإلا جمس جد له ما تكفير لون ولذلك يا جماعة الآن زي ما في جهل وفي شيرك وفي كذا 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 برضو يا جماعة نحن بنقول الأصل في الإنسان البراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صيح البخاري وغيره كل مولود يولد على الفطرة ده أصل لنحن بنذكر بعمومه العلم عندهم تفصيلات أخرى في النقل وفي غيره وفي غيره فدي شبها جماعة ما قولك بيتكفر ونسوى الله ما كفرناه الأخوان نصلي وراهنا الزول لو شفناه بيصف صعود وبسجر وعنده معاصي وجاء مصمس خشمه وجاء توضى وخش صلى بالناس والله ما بنمرك من الجامعة وش ما عنده شيرك بنصلي تب وراه وما بنعيد الصلاة بنصلي مطمئنين ولو إنسان عاد الصلاة كما قال شيخ الإسلام فهو مبتدع فهو مبتدع فدي مسألة والناس بتاكل ذبايح يا الناس بتاكل لحم من السوق معناه النازل عندهم مسلمين لو عادية ديزة كفار وكذا معناه لحمهم ذاته شنو حرام ذاته ويزوجوا منهم أهل تلقى يمشي يخطيب لفت ويزوج ويعايشون واضحك معاهم يركب معاهم المواصلات وقاعد في نصهم وجماعة الكلام ذاته حتى أهل الحق ودى المنهج القويم ودى منهج الإسلام في حاجة يسمى إقامة الحجة يعني حتى الزلل وقع في كفر ما بكفروا طوال في جهل قد يكون جاهل يقولوا يعلموه الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل في حاجة يسمى إقامة حجة والنبي عليه الصلاة والسلام كانت في جاريب تمدح فيه قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي دا كفر يعلم ما في غدي دا كفر لأنه مصادم للقرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بعد الرسل صلى الله عليه وسلم ما كفر لأنه شنو جاهل بالحكم دا بالحكم دا بالتحديد كانت جاهلة ما عارف به قال لا لا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله ولكن قولي بما كنت تقولين قولي المدح التاني ما المدح شنو الف والغلود دا كفر فالزول ما بكفر طوال شوى الرجل من شدة الفرح في الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الرسل ما كفره صلى الله عليه وسلم لأنه ما قاصد قال أخطأ من شدة شنو فرعه الله أنا من أهل تكفير ولا جاين نفجر الناس وده كل منهج من شوفه باطل التكفير الأهوج ما من غير قامت حجة أما الزول البين وليه دا صاح وده الغلط قال جماعة ما كنت تعارف أس عرفت خلاص وده الحق دا أخونا ما مكفر زول قال لا 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 أنا عارف ما عارف وسنكذي بس لو بود جهنم ما بخليه هذا سوء لشو دا معاند اسمه وَأَلَّا قَالُ وَقَالَ قَرِينُوا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ دا معاند الاخر الآية